سيدي معاكوا على طول عشان ما نطولش أول وصفة فراخ البوبكورن عبارة عن نصف كيلو صدور فراخ مكعبات نصف معلقة صغيرة ملح نصف معلقة صغيرة فلفل واحد معلقة كبيرة سويا سوس وبيضة ومعلقة كبيرة نشادورة وللطبقة الخارجية كوب دقيق ومعلقة كبيرة بابريكا أو اللي يحب لو كبار ما فيش أطفال بقى هيكلوا عشان مش بيحبوا الحاجات الحرقة ممكن نحط تشيلي باودر ده بقى بيعمل ايه بيساعد على ايه البابريكا أو الشيلي باودر ده بيدي اللون وزيد طبعا كويس للقلي هنبتدي بقى نعمل على طول الوصفة هنجيب حلة هنحطها على النار نفتح النار هنسيبها شوية علشان تسخن نحط الزيت أوكي نص كيلو صدور فراخ مكعبات نص معلقة ملح صغيرة نص معلقة على فكرة معلقة مكتوبة غلط صغيرة فلفل اسود معلقة كبيرة سويا سوس هكمل أوكي معلقة كبيرة سويا سوس وفيه بيضة ومعلقة كبيرة نشادورة وللطبقة الخارجية فيه كوب دقيق ومعلقة كبيرة بابريكا أو تشيلي باودر طبعا للكبار لو صغيرين هنستغنى عن تشيلي باودر لأنها حرقة وفي نفس الوقت البابريكا أو تشيلي باودر بيدوا لون وطعم فاللون برضو بيبقى لما بيبقى بيجذب طبعا الأطفال بيحبوه وهنحط زيت غزير للقلي وهنبتدي على طول الوصفة بقى نعملها مع بعض عندنا الفراخ هنحط الفراخ وبعدين هنحط كذا 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 هنحط المكونات كلها ميشي ولا ايه ما هو أنا عمفروض اعمل الوصفة وتكامل اكلم ايه طيب هجيب بولا ممكن يا محمد بولا هنحط فيها الفراخ وعندنا الملح والفلفل هنا شكرا لكم هنحط فيها الفراخ وهنحط ملح وفلفل هنقربهم مننا هنحط معلقة ملح وهنحط معلقة فلفل وهنحط بقى بقية المكونات كلها وهنسيب بس في الآخر الزقيق والبابريكا دول هنجيب طبق لوحده اهو الطبق هنحط فيه الزقيق والبابريكا وهنخلطهم وبعد لما هنحط الحاجات المكونات دي كلها محمد بعد اذنك البيضة اه اه البيضة هنحط البيضة برضه وكل المكونات دي البيضة بقى ايه فايدتها فايدة البيضة ان احنا بتخلي المكونات دي كلها تمسك مع بعض يعني يبقى مزيج كله مع بعضه فهنخلص بقى الحاجة الخليط وهنخليهم كويس جدا مع بعض بعد اذنك يا محمد فيه جونسي كوي هنبتدي نعمل كده وهنحط الخليط كويس جدا كده وبعدين هنحط الحاجة بقى هناخدها زي ما هي كده هنحطها في الزقيق والبابريكا وبعدين هناخد الفريخ بقى زي ما هي كده وهننزلها على النار بس كده وبعدين هنقلبها علشان بقى تاخد لون لون حلو هنسيبها من سبع لعشر دقايق سبع دقايق لو محتاجينها ان هي تبقى طرية من جوه عشر دقايق لو عايزينها ان هي تبقى كريسبي ومقرمشة بس كده وهن هنطلع بقى لما انتم هتقوم هنخلص القلي بعدين مش عادي هنروح فاصل وهتكون الفريخ خلاص تقلط وبعدا ما اطلعها لكم ان شاء الله نشوفها مع بعض بعد الفاصل موسيقى 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 موسيقى